طب أستاذ يسر حضرتك قلت بعد ما خدت المنصب مدير مسرح الكوميدي قلت إن يا حيك عندك مفاجأة كتيرة جداً على أجندتك بس ما قلتش تفاصيل إحنا ما مش هنسيبك النهار ده والله يا قبل غير تقولينها أكبرها حلوة إحنا السهلية إيه الناس عارفة إن المسرح مسرحية يعني مسرح مسرحية طب مايش المسرحية كبيرة وفصلين وبتاعها وكده ده اللون ده موجود بس إحنا ممكن يبقى عندنا الوان أكت برضو المسرحية اللي ممكن تقدم كماتيني وده برضو من الحاجات ده حاجة حلوة قوي بالزبط اللي هي المسرحية السغيرة الوان أكت اللي ممكن تشتغل وده على فكرة بالمناسبة كنا أعلننا عنه مع أستاذ خالد جلال في المؤتمر بتاع المسرح في بداية السنة إن هو برضو عايز غير إن هو الراجل طبعاً واف في ظهرنا وبيشجعنا وبيقول إننا عايز أرجع هوية كل فرقة لمكانها إن الكوميدي يعمل كوميدي لإن كان فيه الأول خلط حققت لايه مثلاً مصرحية راجدي إنتاج الكوميدي مصرحية كوميدي إنتاج القومي مصرحية يعني فقال إحنا عايزين نرجع هوية الفرق لمكانها دي حاجة مهمة جداً ونرجع تقليد المتيني العرض المتيني والسواري فده ما هيبه موجود طب ما إحنا ممكن نعمل كنرجع كمان حاجات زي الصالونات الأدبية الكوميدي اللي كانت بتعمل زمان بس ممكن نرجعها بشكل تاني يعني بشكل أبديت شوية فأنا ممكن أعمل حاجة يعني إحنا عندنا الستندب كوميدي كمان بقى أحد الألوان والأشكال الكوميدي وبيطلع منه نجوم وبيطلع منه نجوم دلوقتي للفن والسينما والفيديو فطب ما أنا أعمل بقى حاجة يعني شبه الصالون الأدبية كده بس بالكوميديانات يعني حتى كنتم بارحة بكلم مع بايومي ومع أستاذ سامي مغاوري فبقول لهم حاجة اسمها سيد داوين كوميدي بدأ الستندب في قاعدة جلسة قاعدة كده لزا الصالون متعزب طب الله يا حلو فيبقوا قاعدين وبيكلموا زرافاء العصر وبتبقى إيفنتات اللي قدر ييجي منهم مدتها ساعة أو حاجة ونعمل إيفنت ليهم ونعمل ودعاية ليهم طبعاً أنت سجلت الفكرة عندنا آه لأ قولتها قبل كده طبعاً على ذكر دكتور خال الجالب منحييه طبعاً على المجهود اللي هو عامله في المسرح وانت طبعاً ما جيتش كده من فراغ انت قطعت معاه في هبوط التراري احنا أساساً خريج مدرسة خالد جلالب يعني احنا الدفع الأولانية مدرسة خالد جلالب هو كتب كمان برنامج من غير مأصل اللي أخرجه المفرق الكبير شريف عرفة ايوه هو اللي كتب دكتور خالد احكينا عن ده ديجاً ده كانت فترة جميلة جداً احنا كنا في مركز الإبداع الفني كنا الدفع الأولى بيسموها دفعة بايومي دفعة بايومي منحييه طبعاً كان معانا بايومي فؤاد فيها الدفع الزهبية اللي أستاذ خالد مسميها الدفع الزهبية لأن احنا جينا وإحنا كانش لسه المكان خاد الجرانتي بتاعه بتاع دلوقتي أو خاد الصمعة الطيبة الصمعة الطيبة ديت كل اه فاحنا جينا كلنا واسقين في أستاذ خالد وان احنا هنعمل مع بعض ورشة وحاجة كده على طراز الأوروبي يعني أن الممثل يطلع ممثل شامل بيعرف يغني بيعرف يورووس بيعرف عنده أدواته ممتق ماسك أدواته بيعرف يعمل كل ألوان الفن وكان هيا دي البداية الدفعة دي كان فيها أستاذ بايومي فؤاد وكان فيها مضال الشفعي وكان فيها ساميح حسين وإيمان السيد وإيمان السيد ومحمد شهين كان الدفعة جميلة جداً وعبال ما كنا بنتخرج بقى كان ابتدى المكان يسمع فعملنا مسرحياتين مسرحيات اسمها هبوط التراري وعملنا مسرحيات تانية وأيامنا الحلوة دي اللي ابتدى المخرجين والمنتجين يجولنا فيها واتخذ مننا ناس فبعد ما خلصنا أيامنا كان نجيل أستاذ مخرج الكبير وأستاذ شريف عرفة طبعاً طبعاً كل التحية والتأدير لي فجي مع أستاذ غالي دقال احنا هنعمل المشروع كان بداية السكتشات اللي على المسرح هنعمل مشروع اسمه من غير مقاص كان ما هو بقى شاف الدفعة التانية كان هو وجهه على الدفعة التانية اللي هي بتاعة قهوة سادة وكان عارفنا أنا وبيومي من الدفعة الأولانية فقال أنا عايز ياسر وبيومي من الدفعة الأولانية ونعمل ميكس كده نجي بياسر وبيومي هذا كده فراج بقى وكده آه مع فراج بقى وتايسون وفيديو مع محمد سلام وشام اسماعيل وحسن داغر ويعني ماتموعة تبيرة جدا كل واحد فيه من جم خطير شغلانة الواحد كل واحد موضوع كل واحد شغلانة آه فعملنا حاجة اسمها من غير مقاص كانت كتابة وإخراج مصرحي لأستاذ خالد جلال هل كان بيسمح ترتجلو؟ آه طبعا مهور في جزء من الكوميديا ارتجان ولكن التنصيق كله بيبقى عند الليدر بتاع المشروع اللي هو أستاذ خالد فكان بيه هو اللي بياخد مننا الفرضيات في البروبة بس ديكتاتور قوي في التنفيذ محنش بقى يزود حجم آه طبعا طبعا ده كان فيه مواقف وطرائف في الحتة ديت يعني في الجزء ده